وننتقل إلى ملفنا الثاني هذا المساء الذي سنتناول في حصاد عام 2014 من زاوية العلاقات الخليجية الخليجية علاقات مرت بامتحان هذا العام بارتباط مع تفاعل دول الخليج مع ما يجري من أزمات وتطورات إقليمية ودولية إلا أن قمتين الرياض والدوحة شكلتا من دون شك نقطة تحول مهمة في المسيرة الخليجية وساهمتا في تعزيز التجربة التكاملية الخليجية وفي رسم النظام العربي والإقليمي الجديد والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودية السابق الدكتور خليل الخليل دكتور خليل عام 2014 شهد خلاف خليجي هل يمكن القول أن عام 2014 سيطوى بعده هذا الخلاف وبالفعل تم تجاوز ما كان حاصل في عام 2014 شكرا أولا على استضافتي وأملنا أن تطوى الخلافات القادمة أو الماضية أو الحاضرة أو القادمة هذا هو أملنا كمختصين وكذلك الأمل لدى شعوب دول مجلس التعاون وأعتقد لدى الأمتين العربية والإسلامية كذلك فيما يخص العلاقات الخليجية الخليجية شكرا لفارس السياسة العربية الملك عبدالله عمد العزيز الذي استطاع بحكمته وبهدوءه وبعلاقاته وبالتقدير الذي يحضبه في الحقيقة من أخوانه ملوك وأمراء وصلاطين في دول مجلس التعاون أن يحضبه من تقدير لجلالته وبالتالي ذلك التعاون وذلك التقدير وتلك اللحمة أنتجت تلك العلاقات بتسويتها لذلك القمة التي أشرت إليها في التكملية الاستثنائية التي في الرياض استطاع الملك عبدالله عمد العزيز بالتعاون مع إخوانه القادة أن يطوء الخلاف وأن يبدأوا صفحة جديدة وكذلك أن يهيئوا لمؤتمر القمة الخامس والثلاثين الذي عقد في قطر وأن تعود العلاقات وأن يعود السفراء وأن تعود النفوس وهي طيبة وأن تعود كذلك العلاقات وهي علاقات متينة طيب دكتور كيف ترى سبر الاعتقاء بالتجربة التكاملية الخليجية في ظل وجود بعض التباينات على الصعيد الاقتصادي وأيضا السياسي بين العواصم الخليجية أعتقد أن جميع المقومات موجودة وجميع الوسائل وجميع كذلك الإمكانات موجودة للتكامل الخليجي الخليجي وبالتالي كذلك التكامل الخليجي العربي ما الآن حسب متابعة المنظومة الوحيدة التي متكاملة وقادرة وعلى أسس سليمة في الممتين العربية والإسلامية ودول مجلس التعاون فقد استطاع أن يعيش أكثر من 35 عاما استطاع أن يطوي إشكالات وجود الإشكالات لا تخيفنا وجود الأزمات لا تخيفنا وينبغي أن نرى أنها غير مستغربة وجود التباينات والخلافات في بعض الآراء أعتقد أنها ظاهرة موجودة حتى في الاتحاد الأوروبي وفي غيره وينبغي أن لا نخشى منه كثيرا الذي يخيفنا هو الذي نخشى منه هو الأصوات النشاز وتلك الأصوات التي تريد أن تدق الإسفين بين الدول بعضها وبعض وأن تستهدف لمصلحتها دولة مثل مملكة السعودية أو مثل قطر أو مثل البحرين أو عمان أو كويت أو الإمارات لأجل أهداف إقليمية أو لأجل أهداف هل نحن أمام مرحلة تفهم لتباين المواقف الخليجية أم لتقارب وأيضا تطابق مثل هذه المواقف خلال المرحلة المقبلة والله بكل أمانة كل شيء محتمل نحن دائما كاستراتيجيين نقول أن الشيء المخيف هو من لا نعلمه الشيء الذي لا نعلم عنه فربما تأتي أحداث لا نعلم عنه ولكن البوادر كلها سيدي تدل على أن الخليجيين نضجت سياساتهم نضجت كذلك قدراتهم وكثرة إمكاناتهم ولديهم موارد وأصبحوا يدركون بأنهم مستهدفون يرون ما يحدث في الجنوب في اليمن من المشاكل مع الحوثيين الذين يستهدفون أمن دول مجلس التعاون يرون المشاكل في العراق يرون كذلك الاستهداف من إيران يرون كذلك التخاذر الأمريكي في الحقيقة إزاء القضية السورية وبالتالي عليهم أن يعودوا لأنفسهم عليهم أن يعودوا لشعوبهم عليهم أن يعودوا لإمكاناتهم بالتعاقل وبالحكم وقد رأينا الخط الآن العماني الذي أنا أعتقد أنه من أهم الإنجازات في هذا الميدان الخط العماني الخط الذي بين عمان والرياض 256 كيلو وهو في وسط الربع الخالي هذا سوف يعزل لحمة الاتفاقيات الأمنية والعدلية والسياسية والبرلمانية ستعزز كذلك الاتفاقيات هناك النجاحات في الحقيقة وأنا يهم من هذا الأمر النجاحات الأمنية والاتفاقات الأمنية والتعاون الأمني بين دون مجلس التعاون رأينا النجاح الذي حدث في الإمارات عندما تم قتل استهداف سيدة أمريكية كذلك عندما تم استهداف مقيم دينماركي عندما تم الاستهداف في العوامية والإنجازات الأمنية نعتبرها جزءا مهما في التعاون الخليجي بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتعاون البرلماني والتعاون الثقافي واللقاء بين شعب في الحقيقة تلك هذه الدول أنت ترى أن العلاقات الخليجية ليست محصنة من أزمات طارية خلال السنوات المقبلة لكن كيف يمكن منع أي تأثير كبير لأي أزمة قد تحدث خلال المرحلة المقبلة على التلاحم الخليجي دكتور خليل في رأيك في وجهة نظري بالبساطة أن نستفيد من البنية الاجتماعية والبنية التقليدية والبنية الثقافية والبنية السياسية الموجودة أساسا منذ أكثر من ثلاثمائة سنة في دول مجلس التعاون وبين قادته حكام دول مجلس التعاون ليسوا طارئين لم يأتوا على ظهر دبابة أمريكية أو روسية أو بريطانية أو ألمانية ولم يكونوا طارئين على شعوبهم وهم معروفون ويعيشون بين شعوبهم وهذه الحقيقة العوائل الكريمة الحكيمة تدرك مكانتها لدى الشعوب وبالتالي إحياء أو ربما عبر عنه فأقول همية بناء علاقات وأن يكون هناك انفتاح فيما بين الأسر نفسها ألا يكون هناك تباين ألا يكون هناك فقط القضايا الرسمية وإنما العلاقات بين شباب هذه الأسر وبين سفرائها وبين وزراء خارجيتها وأن يكون هناك المؤتمرات واللقاة بين البرلمانيين والحقوقيين وغيرهم إن باختصار أقول وجود علاقات مفتوحة ومنفتحة ووجود أيضا صدور متسعة من التسامح لتحمل لا أقول تقبل وإنما على الأقل تحمل تحمل بعض وجهات النظر التي تقوم بها دولة قطر أو تقوم بها دولة عمان أو تقوم بها دولة في الإمارات تحمل تلك القضايا والحديث بصراحة بين قادة الدول وبين ممثليهم من أجل الحفاظ على اللحمة الخليجية والحفاظ على التلاحم الخليجي الذي هو أمل في الحقيقة ليس فقط للشعوب هذه الدولة إنما أمل للأمم دكتور خليل في عام 2014 شهد الخلاف ثم المصالحة قمة الدوحة كانت نقطة تحول مهمة في مسيرة العمل الخليجي ما المتوقع خلال المرحلة المقبلة في مسار هذا التعاون بين كافة العواصم الخليجية في رأيك؟ أنا بس اسمح لي أن أقول كلمة مهمة جدا في هذا الموضوع وسأجيب على سؤالك الشيء المهم أن هذه الدول وهذه القيادات استطاعت أن أن تهيأ وأن تتصافح وأن تعيد العلاقات بدون تدخلات أخرى لا إقليمية ولا دولية أنا في اعتقادي هذا هو الشيء الصحيح وهذا هو الشيء المهم والسياسة عليها أو على السياسيين في وزارات الخارجية وفي غيرها أن يهيئوا أنفسهم وأن يهيئوا الممثلين الحقيقيين من السفراء ومن المندبين لهذه المهمة فيما يخص المستقبل لست قلقا من المستقبل كثيرا نعم لا حصانة لأي دولة بل لا حصانة لأي أسرة من الخلافات أي أسرة حاكمة من الخلافات أو الخلافات فيما بينها أو بينها أو بين شعوب ولكن الحصانة هو أن نهيئ وسائل من أجل حل حلت وحل الأزمات ليس المهم أن نتفق على الحلول أبدا هذا لا يمكن أن يحدث وإنما المهم هو الاتفاق على الآليات التي تكفل للدول في داخلها وللدول فيما بينها أن تكفل لها المسيرة الحسنة وأن تكفل لها الصمود أمام الأزمات وأن تكفل لها كذلك الاستفادة من مواردها في التنمية في الحقيقة لم تستفد هذه الدول إلى الآن بكامل قوتها من الموارد وأنا أعجب من ذلك عليها أن تستفيد وعلينا أن نهيئ الأجوال لتبادل الخبرات وتبادل الموارد البشرية هناك إمكانات بشرية لدى دول مستعان ولكن عليها أن تفتح الأبواب للاستفادة من هذه الخبرات ومن هذه الموارد البشرية والاقتصادية والإنجازات السياسية والأممية بمصلحة الحديث عن الجانب الأمني ربما طغى خلال قمة الدوحة إلى أي درجة قد يؤثر على مسار التنمية وأيضا الاقتصاد المشترك بين دول الخليج وكيف يمكن الارتقاء بهذا الجانب في رأيك في اعتقادي اسمح لي أنا لا أتفق كثيرا معك في هذا الموضوع لم يطغى كثيرا بل طغت المصلحة الحقيقة لدول مجلس التعاون ومصلحة العربية يعني عندما في البيان الرسمي وأنا سعيد وكنت في قطر أثناء القمة وجزءا منها كنت سعيد بما رأيت من مشاعر لدى القطريين كنت سعيد بما رأيت من مشاعر لدى الدبنواسيين ولدى العلاميين استطاع البيان وشكرا لوزير خارجي قطر بحكمته في إدارته لأثناء صناعة البيان وصعد صدر للآخرين حدثت تعديلات في الحقيقة في البيان الأخير حول مصر واتفقوا على تلك الكلمات التي خرجت في دعم مصر ودعم خارجة الطريق بشكل أريحي إذن نجح الخليجيون وصمدوا أمام تلك القضايا التي كانت ستعصف بمجلسهم صمدوا بجهودهم وبدعم شعوبهم وكذلك دعم خبراتهم ونعتقد أنهم أقدر من الكثير على معالجة قضاياهم وعلى تنمية أوطانهم أشكرك الدكتور خليل الخليل الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك يمكنكم مشاهدين متابعتنا على موقع سكاي نيوز عربية كما يفتح لكم باب المشاركة برأيكم حول استطلاعات الرأي في مختلف قضايا الساعة ويمكنكم أيضا زيارة موقعنا على الانترنت والتطبيق الخاص بسكاي نيوز عربية على الايباد وايفون واندرويد والتصويت بما يعكس رأيكم ولمن فاتته حوارات المساء العودة إليها متاحة على موقعنا سكاي نيوز عربية ذوت كوم ويب المساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتها التاسعة بتوقيت يابوظبي إلى اللقاء اشتركوا في القناة